مرحبا بكم اصدقاء ومتابعي قناة الفلاحة والطبيعة في يوم جديد نهار جديد وموضوع جديد وشجرة جديدة شجرة ارويل من النوع الاحمر الذي ينضج مبكرا نوعا ما يعني موضوع اليوم هو تفتح البراعم الظهرية والورقية واهم المعاملات التي يمكن التدخل لرشعة او مبيدات او مغذيات فقط بشكل بسيط لاجلك صديقي الفلاح البسيط انقل اليك هذه المعلومات قبل ان انطلق في موضوعنا اذا كنت اول مرة تصل الى قناة الفلاحة والطبيعة ادعوك للاشتراك للقناة وضغط زر الجرس وضغط ايضا زر الاعجاب فهناك عدة مواضيع مهمة تخص عالم الفلاحة خاصة الاشجار المثمرة كيفية العناية بها وكل ما يخص الفلاحة بشكلها مرحبا بكم اصدقائي ومتابعي قناة الفلاحة والطبيعة مرة اخرى كما تلاحظون هنا بدأت البراعم في التفتح هذه هي شجرة توفاح كما تلاحظون وكما تعلمون اصدقائي فان اولى البراعم المتفتحة هكذا هي عبارة عن ورود يعني ستتفتح الورود فقط لتوضيح الصورة لاحظوا هذا براعم تماري سيعطي ازهار وورود هذه ايضا كلها عبارة عن براعم سماريا لاحظوا اصدقائي هنا ها ورودة ستتفتح قريبا لاحظوا هذه ورودة ستتفتح قريبا وستعقد لتوضي الصمار ان شاء الله اصدقائي انا شخصيا وحسب اخبراتي في هذه المرحلة بعدما ان قمنا برش مختلف الزيوت المدينية وايضا كبريت النحاس او التوتية كما نقول وذلك من اجل الوقاية والمعاملات الشتوية اما بالنسبة لي فانا في هذه المرحلة لا ارش اي شيء اكسبوا الاخوة الذين يقولون يمكن رش البورون او الزنك نعم يمكن رش ذلك لكن بعدم وجود الاوراق والازهار انا لا ارش اي شيء فقط لدي الكبريت الميكروني عندما تشك الوردة على التفتح وبالضبط في مرحلة التربوش الاحمر كما تعلمون مرحلة التربوش الاحمر هي عندما تقوم هذه الزهرة بالتفتح كما تعلمون مرحلة التربوش الاحمر في هذه الفترة بالضبط انا اقوم برش الكبريت الميكروني عندما يكون بعض الاخوة تسألون متى يمكن رش الكبريت الميكروني او ما هي فترة التربوش الاحمر فترة التربوش الاحمر عندما تصبح اغلب البراعم الزهرية في الشجرة يعني حوالي 70% من الشجرة تصبح براعمها في مرحلة التربوش الاحمر اي ظهور لون احمر على الازهار وقبل تفتحها بشكل تم هذه هي فترة التربوش الاحمر عند بلوغها حوالي 70-80% في الشجرة يمكن رش الكبريت الميكروني وهو جد مهم وقائضة امراض الفطرية وايضا الحشرات فهو جد رائع في هذه المرحلة يمكن تعويضه بشكل كافي اذا فاتتك الفطرة يعني عند تفتح الازهار ثم في مرحلة تفتح الازهار اصدقائي انا لا ارش اي شي ايضا اما بعد بداية العقد يمكن رش البوروزينك وايضا توازيا برش مبيدات ضد حشارة بيسرو يعني المن والبياض كل هذا سنتنوله في فيديوات قادمة اصدقائي وكما انه يجد فيديوات قادمة تجدونها في القناة تتحدثنا فيها عن هذه المواضيع اسف لاننا في رمضان قليل الجهد او رمضان صعب قليلا على الفلاح كما كل الاصدقاء في اللحين اه واذا كنت اول مرة تتابع قناة الفلاحة والطبيعة ادعوك للاشتراك في القناة شكرا لكل من وصل الى هذه الدقيقة من الفيديو اتمنى ان تكونوا بخير وان تصوموا بصحة وعافية طبا يومكم وشكرا على دعمكم ولا تنسونا لا تنسوا دعمنا بتعليقاتكم المحفزة شكرا لكم جميعا نلتقي في حلقة قادمة في موضوع جديد كنتم بخير والى اللقاء